انه خارج من ثقافة بتتكلم عن هذه الاشياء مفهوم الخلاص طبيعة المسيح الخلود الجنة كلام كان في وسط الثقافة اليهودية والمسيحية موجود والنقاشات حوله كانت كتير جد بل بالعكس الراجل دو يعني اكتشف حاجة ممكن تحللنا ازمة احنا عندنا كمسلمين دلوقتي احنا بتتكلم عن داعش والاستشهاد والحور العين وا 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 ايه يا؟ الراجل بيقول ان كلمة حور عين اسيق فهمها في القرآن مش مقصود بها حريم في الجنة وانما حور عين بالسريانية معناها عنب ابيض وحتى الاية بتاعت وزوجناهم بحور عين بيقول دي مش زوجناهم وانما وروحناهم لان ما كانش فيه طنقيد في بداية الكتابة المخطوطات وروحناهم بحور عين يعني ورفهنا عليهم في الجنة بعينب ابيض زي الكريستال طيب يعني انا شايف ان الراجل بيقدم خدمة الا وهي انه بيقول يعني مفيش ربنا مش عامل الجنة مخور يعني ربنا مش عامل الجنة بيت ضعارة للشهداء وهو حاجة حتى لناس مسلمين كتير كانت تحس بأزمة يعني ايه ربنا مفاتح واثنين وسبعين ومش عارف ايه وعدد لا مش عارف ايه وينم مع الحرية سبعين سنة في مرة واحدة يعني حاجات كانت مسببنة ازمات كتيرة هو الراجل جاء بحال قال يا اخوانا ده ده كلام روحاني كله ورمزي وروحناهم بحور عين لكن هيجي طبعا المسلم المؤمن يقول لك لا القرآن ما تغيرش فيه حرف ازايك تنقيت ومش تنقيت هقول لك حديك امثلة بسيطة جدا يعني انا معادي دوقتي تلات مخطوطات المخطوطة الاولى دي لقوها في مسجد عمر ابن العاص لقوها في مسجد عمر ابن العاص مكتوبة بالخط الحجازي اللي هو اقدم الخطوط بيعود زمنها الى يعني عاصر عبد الملك ابن مروان او الوليد ابن عبد الملك الباحثين يعني مش متأكدين لان صعب انك تحدد زمن المخطوطة بالزبط المخطوطة دي ما فيهاش اي نقط خالص واحنا بتكلم دلوقتي في القرن الثامن المخطوطة دي موجودة في مدحف باريس المكتبة الوطنية في باريس هتلاقي هنا مثلا بداية سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب مكتوبة هنا الكتب ما كانش فيه الف المد موجودة ولا نقطة موجودة على الحروف يعني ايه يعني كان ممكن اللي يقرى المخطوطة دي يقرى زي ما هو عايز يعني مثلا يقرى تبت يدي ابي لها ابن وتب يقولك لا دا مش تبت يدي ابي لها ابن وتب دا بتت يدي ابي لها يعني قطعت ومنطقية وماشي الدنيا هنا مثال تاني مخطوطة اسمها مخطوطة سمرقند عصر عليها في تجكند في سمرقند وهي يعني من القرن التاسع بس بيقولوا ان دي هم بيدعوا يعني ان دي من مصاحف عثمان اللي هو بعتهم لما جمع القرآن للامصار احنا عارفين الاسلامية اللي بتقول ان عثمان جمع المصحف وعمل منه نسخ بعت منها طبعا لمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام فبتوع سمرقند قالوا دي من من عثمان طبعا ما ينفعش انها تكون من عثمان اولا لان ده خط كوفي يعني اللي هو بعد الخط الحجازي فما تنفعش لكن نلاحظ نفس المشكلة اللي فيها برضو مفيش تنقيط ومفيش حروف مد يعني هنا دي سورة ماريام من الآية 11-14 هتلاقي يا يحيا خد الكتابة بقوة يعني هنا يا يحيا خد الكتابة وحتلاقي اليه في اليه مفيش آلف يا يحيا خد الكتاب مكتوبة الكتب فده يوريك ان فيه امكانية فعلا لموضوع ان حرف تبدل مكان حرف لما مفيش تنقيط اي كلمة ممكن تغير النقط فيها تبقى اي حاجة والباحث كريستوف لكسونباك مش بس دور على الحاجات اللي هي من اصل السرياني في القرآن لا ده اكتشف اخطاء املائية عربية في الكلامات العربية نفسها وإدى مثال على كده مثلا وجاءوا في منصورة يوسف وجاءوا اباهم عشاء يبكوا الراجل اكتشف ان عشاء دي لا محلة لها من الاعراب وملهاش اي معنى في الاية وجاءوا اباهم عشاء يبكون اولا ما كانش فيه في الوقت ده برضو في اللغة العربية همزة الحاجات دي كلها اتطورت اللغة العربية في الوقت ده كانت لغة عرجاء وقت نزول القرآن كانت لغة عرجاء فيها 15 حرف بس فما كانتش تصلح ان هي تاخد كل هذه الكلمات عشاءا والنح وجه فيما بعد يعني ما كانش فيه نحو في الوقت ده فما كانش فيه همزة فهو الراجل بيقول يا اخوانا الاية دي معناها وجاءوا اباهم غشا يبكون وكده يبقى فيه معنى غشا يبكون وبما ان ما فيش الف مد وما فيش همزة يبقى ممكن تبقى عشا او غشا وغشا هي الاقرب ده مثال من امثلة كتير جدا للي عايز بقى يتبحر في الموضوع دوا يدور على النت على الراجل اللي اسمه كريستوف لوكسمبرغ ويشوف النظرية بتاعته هو قدم كذا امثلة برضو على صور كاملة في القرآن في كتب تانية بقى في كتاب لسه هو نازل من كم شهر في امريكا اسمه كريستماس ان دا قرآن او يعني الاحتفال بعيد الميلاد في القرآن وبيدي مثال سورة القدر اننا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر الرجل دا برضو بيقول دي ترنيمة مسيحية سريانية قديمة تتغنى بميلاد المسيح ولا علاقة لها بالقرآن والمفردات اللي فيها تنزل الملائكة والروح فيها كلام يعني لغة مسيحية سلام هي حتى مطلع الفجر هو القرآن نزل في ليلة واحدة منزلش في ليلة واحدة فلو الحد بيعرف سورياني وده بقى ندائي للعلماء والناس اللي حتى يسمع الكلام دو ونقول لك هؤلاء المستشرقون يريدون النيلة من القرآن ومش روح اتعلم سورياني ورد على الراجل واعمل بحث علمي وارجع للمخطوطات ما تقلفش ما تقلفش أساطير وبناسبة ان احنا بتكلم على أساطير تعانجب مخطوطة مصرية بقى مسببة أزمة ومشاكل كبير جدا عندنا نسخة المصحف اللي كانت اللي بيسموه المصحف المشهد الحسيني اللي كان فيه مسجد الحسين وجدوها و انتقلت بعد كده إلى مكتبة المكتبة المركزية المخطوطات الإسلامية اللي هي في السيدة زين كل المسؤولين في مصر بيبيعوا المخطوطة دي على أساس ان هي مصحف عثمان اللي بعته لمصر وده ده نصب واحتيال على الناس لان دي دي من القرن التاسع على الأقل دي من القرن التاسع على الأقل أولا لان ده خط كوفي يعني بعد الحجازي ثانيا لان يعني أسلوب الرسم وأسلوب الكتابة يختلف تماما عن هذا الزمن روح اسأل أي عالم مخطوطات محترم مش بيبعلك أساطير روح اسأل فرانسوا دي روش في باريس أو اسأل جيرد بوين في ألمانيا هم اللي بيعرفوا يحددوا عمر المخطوطات بزبط ودي فضيحة إن احنا ما عندناش حراس التراث ما عندهوش ناس بتفهم فيه ما عندهاش ناس تقرر مخطوطات صح تعرف تحدد زمنها صح فأنا بطالب المسؤولين يا مسؤولين عن ودارة الثقافة ودارة الأوقاف الأزهر في عملية نصب واحتيال إن الناس في مصر بيقولوا إن ده مصحف عثمان وعليه دم عثمان رغم إن الوثيقة دي بعد عثمان بكتير جدا حاولوا تفتحوا الموضوع دوا وأنا أتحدى أي حد وحجب لكم في حلقات قادمة باحث مغربي حيطلع لكم بلاوي في المخطوطات وفي قصة تطور كتابة القرآن من منذ زمن محمد وحتى القرون الثاني والثالث من الإسلام خذوا الأمور بمنطقية وعلمانية وبدون تشنج ده موضوع مهم جدا ده موضوع ليه علاقة بتراث وبهوية أمة ومش عيب أبدا إن لو فيها أخطاء إن إحنا نعترف إن كان فيه أخطاء لكن أنتم تستمروا في إنكم تبيعوا أساطير للناس وتقولوا ده مصحف عثمان لا دي كذبة وهاتوا متخصصين ويبحثوا في الموضوع أنا بطالب المسؤولين إنهم يعملوا هذا الشيء نراكم في الحلقة القادمة تابعونا على قناة اليوتيوب حمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد